موسيقى حلوني يا ابا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ازرع حب بقى ناخد حاجة بمعنى ازرع المحب تحصد خير خير دي مقصود بها حاجات كتير قوي الخير انك كل الناس تحبك الحب صعب يترفض على فكرة الحب الحقيقي صعب يترفض نحن نحبه لانه احبانا اولا كمان الحب هو اقوى مؤثر في تغيير الناس عاوز تغير الناس حبهم لو حبتهم هيتغير فاكر لما كنت مجغول زمان بخدمة الاطفال المعوقين وقع في ايدي كتاب عنوانه بالمحبة ينمون ويتغيرون يعني الاطفال المعوقين ذهنيين مش بيستقبل علم بالمعنى الحرفي ما فيش نوع من الدرس يعني لكن اكتشفوا في علم النفس ان الطفل من دول لما يتحب فعلا بيتغير بيتطور سلوكه بيتهزب زكاؤه بيزيد على قد طبعا درجة العاقة اللي عنده فهنا الحب تأثيره غريب جدا وعجيب في كل الناس مهما كانت القلوب عنيدة او ظروف صعبة خلونا نذاكر فكرة ازرح حب الحب في المساحية احبائي شقين كبار حياتنا كلها مركزة في الوصية دي احب ربنا وحب قريبك والمفروض ان ما فيش يوم يعدي علينا ننسى واحدة من الاتنين دول لان هما دول اللي هيدخلوا السماء ما هي اعظم الوصايا تحب الرب الهك وتحب قريبك كنفسك افعل هذا فتحيه اجابة صريحة عاوز تروح السماء عاوز حياة قبادية حب ربنا حب الناس بس مش مهم بقى اعرف ايه وفهم ايه وقري ايه وثقافتك ايه وشكلك ايه كل ده مش مهم حب ربنا حب الناس تدخل السماء عاوز اكلمكم في ست انواع من البشر بست طرق للحب احنا ايما تكلمنا عن محبة الناس وانتو خدام بتحبوا الناس لكن في كده باراجراف للقديس بولس لما نحلله نقدر نقول ان في ست انواع من البشر بست طرق للحب لانه بساطة خلينا بسط يعني واحد شرير بيشتغل معك شرير مؤذي طب ده يتحب ازاي لازم له طريقة واحد غلبان بس كسلان ده له طريقة تانية في الحب خامين اذا ما تقدرش تقول انا احب شرير بنفس طريقة حبي للكسلان لا مش ده يعني هنا الحب غير هنا مش العاطفي العملي بصوا عن نص ده لانه هو ده الموضوعنا دلوقت نسألكم ايها الاخوة ان تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينزرونكم وان تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من اجل عملهم ده اول نوع هنسمي اللي هم ايه اللي لهم فضل علينا هندرسها لسه ابقنا الجسديين وابقنا الروحيين وكل الناس اللي تعبوا معانا وده كثير فئة كبيرة الجدود والقرايب والاخوات الاكبر والخدام سالموا بعضكم بعض نطلب إليكم ايها الاخوة انزروا الذين بلا ترتيب ده الفئة تاني ده نوع تاني اللي ما لهمش ترتيب دول هنشوف دول مين شجعوا صغار النفوز ده نوع تالت اسندوا الدعفاء دي فئة ربعة اسمهم الدعفاء تانوا على الجميع دي لهمة الكل انزروا قال لا يجازي احد احد عن شر بشر دي فئة الاشرار اللي هي اخر نوع من هندرسه بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع تعالوا نفهمها حتة حتة او نصنف النص ده اكيد انتوا عريدوه كتير وبعضوكم حافظوا لكن احنا عاملينها لها تصنيفة كده كلاسيفيكيش النوع الاول اللي احيانا مش بنحبه كفاية او بنقصر معاه الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم زي ما بقول لكم دول ابأنا امهتنا الكهنة اللي خدمونا الخدام اللي تعبوا معانا زوجتنا او ازواجنا وهم برضو استحملونا وشالوا معانا كل الناس الاوفياء اللي في الشغل ولا في الدراسة كانوا مخلصين باي درجة دول ينطبق عليهم تعبوا معاكم ودبروكم ده اول نوع من الحب طيب طبعا يدخل معهم المرشدين عموما اباء الاعتراف خصوصا كل دول اسمهم تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم وينزرونكم هنا الانذار كمان لما واحد يوبخك الغرض كويس مفروض تدي له محب مسؤولين ومناء خدمة لان احيانا واحد يبقى بيخدم ويبقى مش عارف يحب أمين الخدمة بتاعه طب حبيبي ما هو صراحة الشدة بتاعته كانت مصلحة انك انت تلتزم بالمعاد كان بيحط فيك حتة كويسة برضه هو مش لازم يكون كامل بس بتعب معاك افتقدك سألك شجعك وزع عليك شغل يستاهل منك المحب طيب دول يتحبوا ازاي بقى احنا داتي قلنا النوع هنقول كل نوع والمطلوب ايه النوع الاولاني ده المدبرين والمنذرين والاباء وغيرهم بصوا حط كم فعل حط ثلاث أربع افعال الحياة تعرفوا او ثلاثة تعرفوا وتعتبروا وتسالموا ايش كده يعني افعال يعني ايه تعرفونهم التقدير يا احبائي كم واحد بيقول ولده او ولدته او مراته او اخوك كبير او خادم خدم زمان انت ليك فضل علي لا تتخيلوا لا تتخيلوا تأثير الكلمات دي بالذات عن الناس الكبار بيفرق جدا انك تقدر اللي تعبو معك بالذات لما يكون شخص ناجح وبعدين ينسب نجاحه لشخص اخر مش معروف تصوروا مثلا بولس يقول لبرنابة انا من غيرك يا برنابة ما كنتش يعني عرفت سكة الاسيا ولا اوروبا ولا الكلام دي او يقول لحنانيا انت ليك فضل علي انت اللي عمتني انت اللي خدتني من من الجهل طبع بولس مشهور اكتر من حنانيا واكتر من برنابة بس هما ليهم فضل علي فعلا واضح الفكرة هنا التقدير يا احبائي حب وده ناقص وخلي بالك انا بقول ازرح حب تحصد خير ليه لا تتصوروا نفسية الشخص اللي الناس مقدرينه بترتاح قدي بالذات لما يكون كبير وشبعان خلاص مش مستني من الدنيا لفلوس ولا نجاح لكن بتفرق معاه قوي ان ولاده مقدرين اللي عمله دي اكتر حاجة تسعده فانت بتاخد بركة وبتاخد خير لانك بتسعد الشخص بالتقدير تقدير ده ممكن يبقى كلام ممكن يبقى هدايا ممكن يبقى سؤال واهتمام مجرد السؤال والاهتمام ده مهم جدا بالذات اللي تعبوا معك تعبير الثاني يقول تعتبروهم بصوا نادرا ما بولي سيقول جدا على فكرة مرة دي قالها جدا تعتبروهم كثيرا جدا في المحب ما ظنش حد فينا بيعمل الجدا دي انا شفت في زماننا ده ناس بهوات كبار قوي بيبطي بص ايد والدته وعلنا نقدام الناس وناس يعني كبار تعتبروهم كثيرا جدا في المحب تبقى بتحبه بجد ومعتبره عمله اعتبار كبير قوي اعتبار حاجة حلوة لان ده خلاص الشخص ده مش مستني اكتر من كده احترام شديد كمان تلمزة يعني ايه كلمته كلمته فوق رأسك طبعا مهما كبرت لانه ده لو فضل عليك ده اب ده ام ده حد سالموهم سالموهم يعني ايه هدي مناسبة قوي لخدمة المسنين احيانا والدك او والدتك يبقوا مسنين المسن كلكم فاهمين في مرحلة معينة ممكن يرجع طفر تركيزه قليل طلباته كتير لمؤخذة زنه زيادة بيدلع شوية مرهق في خدمته احيانا بيبقى كده بسبب الامراض بسبب النفسية بس ما تنساش هو اللي عمله كان انت اللي كنت طفل الراجل ده له خدمة طويلة له باع كبير تعب كتير مش معنى انه دلوقتي في مرحلة يعني في ضعفه معين انك تزعق فيه تشخط فيه انك مش مستحمله لا سالموهم تفادى المشاكل مع الكبار قد تختلف مع والدك في لحظة وانت كبير من ترسو ايار بس لازم تبضل في سلام معاه مهما كان ممكن تختلف مع شخص مهم بالنسبة لك ولوه فضل عليك في يوم من الايام مش لازم بالزبط ترضيه بس على الاقل تحتفظ بالسلام احتمال الضعفات وتفادي المشاكل اول نوع ايه اللي خدمونا باي شكل اللي دبرونا اللي انظرونا دول ناس موجودين في حياتنا كلنا وهنا قال عليهم اعرفوهم اعتبروهم سالمو النوع التاني احنا بنقول ايه بنصنف انواع البشر اللي بنتعامل معاهم تحت انواع واحد حبوهم ولما تحبوهم ازرح حب لكل الفئات هتعيش احلى عيش هتبقى عايش في خير دائم النوع التاني في العلاقات الانسانية الذين بلا ترتيب بلا ترتيب دي حط المصريين كلها تقريبا بلا ترتيب في ناس مش منظمة طبعا هو هنا يقصد الترتيب الروحي يعني الناس الغير روحاني الغير متدينين عموما يعني مسيحي بس ما بيروحش قداس ما بيصليش اجبية حياته مش مترتبة يعني مش منظمة غير بلا ترتيب اللي هي فعلا النظام بالحرف يعني ممكن يبقوا مستهترين ممكن يبقوا ناس سطحيين يبقوا غير روحيين اللي بلا ترتيب ده تلاقيه مش عاوز يتعب مش عاوز يشتغل زي اغلب المصريين زي شباب اليومين دول اللي هو عاوز يكسب من غير ما يتعب طبعا ممكن تحط المدمنين ممكن يعني بلا ترتيب ده يتحط تحتيها فئات كتير قوي ما عندوش نظام في حياته ما عندوش رول حتى هنا التعبير يعني ما فيش قوانين بتحكمه ما فيش مبادئ بتحكمه طيب تعمل معهم ايه بصوا الكلمة اللي استخدمها هنا ايه نوع المحبة اللي تعملوا مع الناس بدون قواعد في حياتهم خالص استخدم كلمة انزروهم انزروهم دي بتتفهم غلط دي اكتر كلمة بتتفهم غلط لان انزروهم بتترجم عند ناس كتير زعق فيه لا لا هي ملاش علاقة بزعق خالص انزروهم معناه نبهوا وعيه فهموا خطورة اللي هو فيه اقنعوا بالمأساة اللي ممكن يدخل عليها لو فضل كتا فانزرو الذين بلا ترتيب انزار دول حب انت لو قعدت مع شاب ومستهتر مش مهتم بمذاكرته وعايش حياته ملخبطة خدت ساعة ساعتين بتحاول تقنعه بالخطورة ده اسمه انزرو الذي نبهده ده حب منك المنهدى دي اللي تعبط عصابك الحقيقة ده حب لانه يمكن يكون القعدة دي فرقت شوية يجوز ما يتبدلش 180 درجة بس اهو في كلمة دخلت يبقى من الحب ان تنزر من تحب ما ينفعش اكون شايف ابني او اخويا او خادم عندي بيعمل حاجة غلط كاسر قواعد ممكن يهلك وافضل اتفرج واقول لحسن يزعل ما يزعل ولا يتفال المهم ما يهلك اذا كنت بتحبه ما تسكت اتكلم بس تشوف تتكلم ازاي هنا تحت كلمة انزرو تقدر تحط الارشاد تقدر تحط التوضيح توضيح الموقف طريقة دي زي ما بتمسك شاب مثلا ماشي في سكة ادمان بتوضح له ان الحكاة في اولها ايه وفي اخيرها ايه والسكة هتمشي ازاي واللي مشوا قبل منه حصل لهم ايه والتراجع ممكن يتراجع ازاي كل ده انزروهم انزروهم بمحبة بمعنى ايه ما احنا كل ده احنا اتفقنا دي صور للمحبة بس الانواع مختلفة من البشر قديس بولس استخدم مرة كلمة الانزار وحط جنبها كلمة غريبة جدا حط كلمة الدموع قال اصهروا متذكرين اني ثلاث سنين لم افطر عن ان انزر بدموع كل واحد انزر بدموع غريبة جدا لان احنا على طول شوفوا الانزار خطر اعمل معروف بلاش المتين دي خطر معربية لو تقلبت هتروح فيها او تتشل تعيش بقيت عمرك ندمان على اللحظة دي اللي انا بعمله ده ايه اسمه انزار بعمله لاني خايف عليه يبقى انزر اللذين بلا ترتيب ده اللي انت هتعمله حتى لما تدخل للعشوائيات ولقيت اهمال لقيت قلة نظافة قلة ربنا قلة اي حاجة بتنزر وبتبقى منفعل وانت بتنزر انت مالكش مصلحة دي مسئولية على الشخص اللي بتنزره ارجوك لا تتركهم لاخطأهم لان ربنا يسوع قال لحظ قيال لو لقيت واحد بيغلط ولم تنزره هطلب دمه منك لانه كان لازم تحذره لكن لو انزرته ومرت دعش خلاص دمه على رأسه احنا في ناس كتير شعرهم في الحياة حتى في الخدمة وانا مالي انا مالي هيزعل مني هيقولك ده عامل فيها مش عارف ايه يا حبيبي يقول ولا ما يقولش انت مش خايف علي لو خايف علي وعندك حكمة هتعرف توصله الرسالة بطريقة ما يقولش كان يومان ما تقفش متفرج على ناس رايحة على الهلاك توقع كمان رد الفعل طب وماله لما واحد يقولك ماليكش دعوة اوكي ما حصلش حاجة تدقش او يقولك انا عارف انا بعمل ايه ماشي دي الردود المستهترين بس على الاقل يمكن الكلمة اللي قلتها يعد تأثير ساعات ابنك يرد عليك رد بايخ لانه مش مستحمل انك تشورله على غلط بس اؤكد لكم اكتر من خمسين في المية بعد ما بتمشوا من وشهم الكلمة اللي قلتها بتوجعوا وبيرجع يفكر فيه ولادنا طيبين لكن لو ما قلتهاش خالص راح التأثير المفيد ده كان لازم تقول طبعا الانذار مش معناه زن ممل لا ولا ولا جبروت ما فيش كده خالص طيب دي الاية اللي احنا حفظناها ان سبق انسان فاخذ في زلة ما اصلحوا انتم الروحانين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا الى نفسك يبقى الاصلاح اول درجة منه الانذار طيب ندخل على النوع الثالث يلا من تفاكر النوع الاولاني هو الايه اللي ليهم فضل علينا دول لازم الاكرام والاحترام والاعتبار والتقدير وكل السؤال النوع الثاني هم الغير ملتزمين عموما وما اكثر في بيوتنا وبره بيوت النوع الثالث صغير النفس في دراسات حاليا بتقول صغير النفس ده 80% من البشر اللو سيلف استيم الانفريوريتي كومبلكس بالذات في مصر على فكر تربيتنا والحمد لله بتطلعنا كلنا نفسيتنا تعبانا لان احنا في مصر نعرف يعني نشوف الغلط ما بنشجعش ما بنشوفش الصح في البيوت وفي المدارس انت غبي لما اخذ الى ان يثبت عكس هذا برا مصر انت زاكي الى ان يثبت عكس هذا فرق كبير جد فقميه ازاي انت فاشل الى ان تثبت غير كده فطبعا دي لازم تجيب صغر نفس انت وحش الى انك تثبت بمعجزة انك وحلو ده الموقف العام لاغلب الاباء والمدرسين في مصر وفي الكنيسة احيانا حتى في الوعظ طبعا ده مطلع كل الناس نفسية تتعبان صغير النفوس يعني ايه مستصغر نفسه حاسس انه مش هيعرف ينجح اوي مش هيبقى كويس اوي ما عندوش ثقة بنفسه طب دي كتيرة جدا اللي ما عندهمش ثقة بنفسه دي كتيرة وعلى فكرة كتير من اللي هما بيبانوا يعني اقوية بيبقوا من جوه برضو ما عندهم ثقة بنفسه هو يبان بس انه هو ايه صوته عالي يعني وجريء لكن هو من جوه مهزوز برضو ويتهز مع اي كلمة ويفرق مع التسجيع جدا ده نوع ثالث وده كتير اوي دول اولا المبتدئين اي واحد بيبتدي حاجة جديدة بيبقاش عنده ثقة بنفسه عندي مرة امينة خدمة تقول لي يا ابونا انا لما دخلت الخدمة انا اساسا ما عرفش يعني ايه خنفران فدخلت الاوتوبيس قالوا هنعمل تمجيد انا قاعدة سكتة لاني مش فهم حاجة فبتدوا يقولوا الزن بتاعهم ده خنفران النهار ده امينة خدمة وحافظة الحن وحاجة تمام بس اقلتلي كنت حاسة ان انا صغيرة قوي وفضلت على كده سنة خايفة اتكلم وخايفة اقول درس وخايفة مستصغرة روح فالمبتدع عموما بيبحاسس انه زي انت اول يوم دخلت الكلية خايف مستقل روحك اول مرة اشتغلت عملت اقول هنجح ولا مش هنجح لما دخلت حضانة ولا ابتدائي كل مرحلة كان فيه دايما احساس الصغر الا طبعا حتى الصغيرين سنا عموما عندهم صغر نفس الفؤرة كلهم تقريبا عندهم صغر نفس ليه لانه دايما حاطت مقرنة انا فيين من البهوات انا ما بفهمش زيهم دول بيفهموا عني وممكن يكون بيفهم اكتر من البهوات كحكمة يعني لكن هو عنده صغر نفس المرضى بيبعا عندهم صغر نفس ليه لانه دايما حاسس انه لما كنت بمشي لما كنت بتحرك لما كانت صحتي في او الناس اللي عندها صحة فدايما حاسس انه اقل المزلولين عموما او المهملين الفئات المهمشة كل بقى الاشغال اللي هي ايه بسيطة في المجتمع كل دول عندهم صغر نفس طب دا احنا محاطين بناس عندها صغر نفس لو فكرت كده كل الفئات تقريبا عندها صغر نفس ما عادة فئة صغيرة او اللي هما ايه المسؤولين بقى الكبار واللاس اللي واسقة من روحها دي ودي يعني ما يجوش خمسة في الماء يبقى انا عندي مجالة هو احبه في الناس دي كلها او المجموعة انا بحفزكم اللي خدموني اللي لهم فضل علي دول عاوزين اعتبار وتقدير الغير ملتزمين دول عاوزين انذار طيب صغار النفوس دول عاوزين تشجيع هي كلمة سحرية كلمة واحدة الحب هنا اسمه ايه شجع 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 بكل السور اغلب شخصيات الكتاب المقدس تقدر تكتشف ان عندها صغر نفس اغلبها ما كانش كلها يعني مثلا واحد زي جدعون بيقول لنا اصغير واصغر واحد ومنفعش بتاع ربنا اصر ارمية قال له انا صغير انا عيل قال له لا تقول اني ولد موسى قال له شوف اي حد غيري انا بالذات منفعش بطرس يقول له طلع من حياته انا راجل خاطئ بولس يقول انا كنت مجدف ومطهد ومفتري ولا واحد من دول شايف نفسه ينفع في حاكم وربنا شجعهم شجعهم لغاية ما عمل منهم حاكم تم وده ده الدور علينا بقى نشجع صغار النفوس تشجيع بيبقى كلام ايجابي بالصدق قلتي كلمة بتاعت السامرية مجرد انك تنادي على اسم الشخص وانت مهم لما المسيح يقول يقول لها يا مريم مريم المجدلية ده تشجيع يناديها باسمه دي بنته حبيبته الاسم تشجيع الكلمة الحلوة تشجيع الابتسامة تشجيع طبطبة تشجيع انك تدي مسئولية لشخص تشجيع انك تشركه في حياتك تشجيع الصور كتير جدا انك ما تقارنش احذر من المقارنة لان المقارنة توجع لكن ممكن تقولها بسكل عمومي كده ان انا واثق فيك انا فخور بك انا فرحان بك انا متأكد انك تقدر اللغات دي بتخلي اللي قدامك عاوز يعمل احسان ما عنده شجعه صغار النفوس ازرع حب تحصد خير تحصد خير يعني ايه لو شجعت عيالك اطلقوا احسان عيال لو شجعت المخدمين المخدمين يتغيروا ويبقوا خدقن لو شجعت اللي معك في البيت تلاقي مستوى العلاقة تحسن كتير جدا بين كل الاطراف ابو امو وعيال مجرد التشجيع لانه كله عنده صغر نفس نشكر الله انك تبقى دايما بصص بامل ان الشخص ده هيطلع منه حاجة حلو يلا نقول الانواع التالت معلس تكرار يعلم الشطر نوع الاولاني ايه اللي تعبوا معاكم اعتبروهم كبروهم قدروهم ها النوع التاني بلا ترتيب انزروهم النوع التالت صغار النفوس شجعه النوع الرابع النوع الرابع سماها كل واحدة الضعفاء خلي بالكم برضو هي قريبة لللي فاتت شوي بس اللي فاتت نفسية بس يعني ايه ممكن واحد يكون قوي وصغير النفس لا ده واحد ضعيف بجد ده واحد عاجز بجد ده واحد متأخر عن الركب فهو مش مجرد شعور لا دي حقيقة انه اضعف من اللي حواليه ده العاجز ده المعوق ده المسن ده اللي عنده متاعب نفسية ده كل ده نوع من الضعف والحقيقة كلنا برضو فينا حد ما عندهش ضعف الضعف حتى الروحي انت ممكن تبقى خادم زي الفل لكن عندك نقطة ضعف تخجل منها انك مثلا بتعرفش تصحق بدري ما بتعرفش تصهر ما بتتلجلك في القراية بتقع في مناظر رديئة وانت خدم وبتحب ربنا وبتخدم بقى لك سنين حاجة تكسف طب دي نقطة ضعف ضعيف وليكن اوكي برضو تتحب ايه ما حصلش حاجة هنا قال ايه مع الضعفاء قال اسنده اسنده الضعفاء ممكن واحد يبقى ضعيف القرادة تسوى لما يبقى انسان فاضل بطبعه لكن قدام السجارة ضعيف ما تستقلش بيه اوكي ما هو انت عندك ضعف من نوع تاني برضو ارجع واقول كل الصغيرين عموما عندهم درجة من درجات الضعف طب دول يتحبوا ازاي يتحبوا بكلمة اسمها المسندة هقول كان بقى اية تاني مرتبطة بالحدة يقول يجب علينا نحن الاقوياء روحيا ان نحتمل اضعاف الضعفاء ولا نرضي انفسنا يعني هشبه تشبيه بسيطة يا جماعة معك حد مش عارف يمد خطوته بطيئة لو فضلت تقوله ما تمد شوية ايه اللي بيحصل هيتنرفز هيصعب عليه نفسه هيتكعبل انما ده يتعمل مع اسند علي يا حبيبي وتمشي بخطوته اسند هيدي المسندة هو مش عارف هو بيعرج طب وخلاص بيعرج هنعمل ايه مش كفاية الكلام حط ايدك بقى يتك عليك شوية فيعرف يمشي هيدي المسندة ببساطة خلاص ده وضع هو مش قادر يصلحه مش عارف يعمل معه حاجة موضوع مش وهم نفسي يعني لا هو مش قادر فعلا طب خلاص نسنده فالخدمات المسندة ده حب حقيقي والناس محتاجا جدا او في نفس الاصحاح يقول من هو ضعيف في الايمان اقبلوه لا لمحاكمة الافكار يعني في واحد ايمانه ضعيف ما تقعدش تقوله انت صح وغلط خلاص على قد ايمانه سيبوا بساطة ايمانه وخلاص اسند ايمانه لكن ما تقعدش توجعه هنا المسندة معناه ان انا قابل الشخص بضعفه زي ما المسيح بيعمل معي انا قابل الشخص بنقطة ضعف لانه اغلبنا في علاقتنا الانسانية بتبقى مش قابل الشخص غير لما يتغير دي مشكلة انت حاطت في دماغك انا عاوزه يبقى حاجة تاني طب هو مش عارف فعلا ونقطة ضعف مزمنة وربنا قابلك على نقطة ضعفك طب اقبله اقبله ويسنده ققف جنبه ساعده يمكن تتشاله ويمكن تفضل بس حقه عليك انك تسند الضعيف ربنا سند موسى عارفين عمله ازاي موسى عنده صغر نفس فضل يحيل ويشجع تربس وقال له بس انا فعلا ما بعرفش اقبله قال له طب هبعث هارون ايه يتكلم بذلك هنا دي الموسى ده لان فعلا موسى كان بيتلاجلك ما بيعرفش يقول جملة تصوروا فبعد التشجيع اللي ربنا عمله قال له اوكي دي نقطة معاك فيها حق مش انت بتحب اخوك هارون قول في ودانه هو مش هيقلق من لغتك هو يقول مطرحك فبقى السنيد هارون كويس مشت الحكاية بقى موسى العظيم ده كله عنده صغر نفس وعنده ضعف خد تشجيع وخد مسندة لكن وصل انه رئيس الانبياء بالتشجيع والمسندة ازنده الضعفاء ساعات المسندة كمان انك تشارك الشخص في اي عمل بسيط في البدايات كده بتمسك معه بتمسك ايده في الاول يعني مثلا واحد لسه بيشخبط بتمسك ايده عشان يبتدي يكتب ايدي المسندة تشجيع غالبا كلام وموقف موقف نفسي انما المسندة فيها مشاركة في حركة عملية بتعملها عشان تسنده طيب ندخل على النوع الخامس مين هيسمع النوع الاول اللي ليهم فضل علينا ما اكتر تقدير واعتبار واحترام النوع التاني بلا ترتيب عاوزين انذار بس بحكم حب صغار النفوس كلنا تقريبا تشجيع ضعفاء عاوزين مسند النوع الخامس هيا هيا لخبطنا بقى قال كل الناس الجميع الجميع يعني ايه لو نسيت توزيع الادوار ده مين محتاج ايه بص بقى كل الناس بدون استثناء محتاجين طول بال المتكبر ما ينفعش معاه غير تطول بالك واللي نفسيوت وتعبانة ما ينفعش غير تطول بالك والعجوز المسن اللي مش عارف يأكل ولا يمسي ولا يتكلم ما ينفعش غير طولة البال والطفل المشاغب العنيد ما ينفعش غير طولة البال والرجل اللي مش راد يسمع اي كلام روحي وفي العشوائيات وقاعد على باب العشة مش مدمن برضو عاوز طولة البال كل الناس عاوز طولة البال كل الفئات اللي فاتت كلهم بدون استثناء ينطبق عليهم تأنوا على الجميع عارفين الجميع دي تطبمن ايه اللي ما بيتغيرش وانحنا قلنا الحب يغير طب افرد ما اتغيرش زي 6 تيجي تقول لي بقالي عشرين سنة بصلي النجوز يتغير وبحاول معاه ما بيتغيرش اقول لها ايه تأني مالاش حال غير كده طويلة بقلك هنعمل ايه غير كده ما بيتغيرش هيتغير بنعمة ربان امتى ما عرفش اللي عندهم عيوب واضحة تأني عليهم هو تعبان من اللعيب ما تكملش عليه استحمله المستفز تأني عليه في شخص مستفز الملحد عاوز طولة بال اللي يدخل فيكم في اي حوار مع ناس مرتدين او ملحدين فعلا ياريتو ياخد مهد يعني مهدق بالصلة لانه مستفزين متعبين جدا في منقشاتهم عاوز طولة بال لانه انت حاسس انه بيقول كلام ما يدخلش الدماغ بس لازم تحترمه لازم تسمعه ولازم تتناقش بموضوعية ولازم يعني تعيش معه فعلا عاوز طول انا المعارضين عموما المعاندين والمتكبرين كل الفئات دي الجميع تأنوا على الجميع المطلوب ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس يبقى الصبر حب الصبر حب خلي بالكو الصبر عن الناس تحب زي ما ربنا بيعمل معنا صبر علينا لانه بيحبنا الاحتمال الناس حب المحبة تحتمل كل شيء وبصبركم تقتنون انفسكم بصوا ربنا مع يونان النبي طويل للبال ومع اهل نيناء وطويل البال بصوا ربنا مع ماري مرقص ما شالوش من السبعين رسول ولا شطب عليه لانه هرب من اول رحلة كمل معه وطول باله لغاية ما ماري مرقص بقى حاجة كبيرة يبقى تأنى على الكل طول بالك مشكلة في الزمن ده ان الناس كلها مستعجلة لكن طولة البال دي نعمة دي حكمة لانه ممكن جدا بشوية انا كنت تكسب اللي قدامك ويتغير ويطلع احسن ما فيه طبعا اثناء هذا الوضع اللي فيه طول انا احيانا خذوا الكلام ده بحكمة شوية احيانا تضطر تعمل مسافة بمعنى ايه ما ينفعش انك تزن على شخص عمال على بطار لا كلمته مرة استنى شوية وصلي شهر وبعد نكلم وتعين شخص مؤذي ومستفز جدا لا مش لازم تبقى صديقه مش مش مطلوب تبقى صديقه ابعد شوية عشان انت ما تنهرش انت ما تتحطمش لكن ما خلصتش الجولة انت لسه بتشجع وبتسند وبتطول بالك لانه ممكن بكرة يتغير فهمين الفكرة فمع الاحتمال والصبر الحكمة تقتدي احيانا حاجة بنسميها المسافات يعني ايه مسافة كده عسان ما تخبط فيه خبطة توجعك وتوجعه مع طول الاناء الصلة اساسية جدا ما اجمل انك تكون منتظر وبتصل بتقول بالك وبتصل يا رب ديني صبر يا رب اغيره انا مش عارف اغيره ما تفقدش رجاء اخيرا نشكر الله النوع السادس النوع السادس ده اصعب نوع بقى كل اللي فاتوا دول الناس يعني طبيعية ضعيفة صغيرة انرولي مش ملتزمة بس ما فيش شر شر لأ الفئة الستة دي بقى الاشرور الاكستريم التاني بقى ده شراني بقى ده شراني يعني غير كل اللي فاتوا دول طب الشراني ده هنا يقول انظروا ألا يجازي أحد أحد عن شر بشر احذر أولا انك ترد الإساءة بالإساءة انك تبقى شرير زي اياك ودي ايوه هو شرير ولا شراني ما ينفعش تبقى انت شرير اتبعوا الخير لبعضيكم وبعضكم لبعض وللجميع دول بقى المؤذيين العنفاء الكذبين الغششين المتعبين بشكل فيه إصرار اللي بيكرهوا المسيح وبيكرهوا الكنيسة فيه ناس كده تكرهنا كل الفئات دي مطالبين بحبهم برضو طب أحبهم ازاي مش هيقبل مسندة كلمة تسنده ما تنفعش ولا شجعوا هتشجع ايدا شرير يعني واخدين بالكم ولا تعتبروهم جدا في المحبة ما هتعتبر ايدا شراني اما اليدور هنا الدور هنا ما تردش غير بالخير اتعامل من موقف انك خير ما عندكش غير خير تديه خير ده مصلا احترام تضحية احسان تنازل بس انت راجل خير لا تعرف تشتم ولا تعرف تأذي ولا تعرف تنتقم ما عندكش ده ده شر فما بتتعاملش بالشر فهنا عمل الخير مهم قوي لما المسيح قال احبوا اعدائكم فصلها وقال احسنوا الى مبغضيكم صلوا لأجل الذين يسيقون باركوا لعينكم تفصيلة دي ورتنا ان في موقف ايجابي من الاعداء مش هنعديهم لكن هنعمل الخير معهم بالصلاة بالكلمة الطيبة او بالاحسان اراجع بقى كل اللي تقال ده واضيف حتة صغيرة بعد ما قال كل ده الحال اللي قاله ده صعب يعني لو تفتكروا الفئة الاولى تعتبروهم جدا في المحاب اللي دبروكم دول اتنين تنزروا الذين بلا ترتيب تلاتة شجعوا صغر النفوس اربعة سندوا الضعفاء خمسة تأنوا على الجميع ستة اياكوا تجازوا حد شرير البشر طبعا اعملها زي دي كلها ده ده الوضع المثالي تساول انت هتقابل الست شخصيات كل يوم تقريبا هتقابل الناس الطيبين اللي تعبوا معك وهتقابل الناس الصغيرة وهتقابل الناس الضعيفة وتقابل كل الفئات عشان توصل لدي حط حاجة ليك انت بقى انك انت عشان تاخد طاقة روحية تقدر بها تحب كل الفئات قال كم كلمة حلوة كده قال افرحوا صلوا اشكروا على طول عشان لما بتعمل دي يبقى عندك طاقة حب بتعرف توزعها على الست انواع افرحوا صلوا اشكروا دي بتاعتك انت دي مش بيكلمك عن شخص براك بس لو عمرت انت دول هتبقى وقادر ان تحب كل شخص ايا كانت الفئة بتاعته فهمتوا الفكرة فبعد ما نقل عن العلاقات ساب العلاقات كلها اللي هي اساسها محبة ودخل عليك انت انت اللي هتحب لازم يبقى شكلك ايه لازم تبقى في حالة صلى وفي حالة فرح لان الحب ده طاقة فهنا ببساطة كده طول ما انت فرحان وبتصلي وبتشكر انت مليان بالروح والروح القدس يخليك تحب كل الفئات دي تعرف تدي كل واحد احتياجه بجد تسعد كل واحد حسب احتياجه طبعا بعدها قال يعني حط حط التعليم يعني يغزي نفسك دايما لا تحتقر النبوات قال كده يعني دايما ركز انك تستقبل خد وعزة تاني خد تعليم تاني لان ده يشحنك انك ترجع تحب الناس تقول انا معرفتش احب الضعيف مسانتوش زهقت منه انا انا ما اعتبرتش او ما اقدرتش والدية كفاية ترجع على طول ترائب نفسك امتحن امتحن كل شيء وتمسكه بالحسن اراجع الانواع الستة خلصت تصدقوني النوع الاول الذين يتعبون بينكم ودول قلنا يعتبروهم النوع التاني الذين بلا ترتيب قلنا انزروهم النوع التالت صغار النفوس وقلنا شجعوهم النوع الرابع الضعفاء سندوا النوع الخامس كل الدنيا تتعنوا النوع السادس الأشرار وساعتها تعرف تحب الكل الهنا كل ما جذكره اشتركوا في القناة